تعالوا نقرأ أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول لنا مولانا ممكن تكلمنا عن حب الله يا سلام حب الله سبحانه وتعالى هو كنز الحياة وبغير حب الله لا نعرف حقيقة الحياة وبغير حب الله نسير كأننا نسير بعمى ولذلك من أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله يسير على بصيرة في تلك الحياة ويذوق حلاوتها يرزقه الحب فمن فقد الحب فهو ليس فقط لاجئا من فقد الحب فهو ميت وإن كان يسير على قدمي وإن كان يتنفس فبغير حب الله لا نرى الحقيقة وبغير حب الله لا نعرف للسعادة الطريقة الحب أكبر حب الله وأكبر حقيقة في حياتنا حب الله واللي بيجاوبنا على سؤال لماذا أوجدنا الله أوجدنا الله لأنه يحبنا ومم معنى أنه يحبنا أنه خلقنا لا لشيء إلا لأنه يتفضل علينا يبقى معنى كده إيه؟ أنه أعطانا بلا سمن لا ينتظر منا مقابل ولكن المقابل لسعدنا يعني طاعتنا لسعدنا فإنما أراد الله إنما كلفنا الله ليشرفنا كل تكليف هو تكليف بمعنى سواء صلاة أو صيام أو زكاء أو حج كل تكليف سواء ابتسامة في وجه أخيك أي تكليف ربنا كلفك به فهو تكليف باللقاء مع الحبيب الصلاة صلة بين العبد وربه إلا الصوم فإنه لي لبيك اللهم لبيك إن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير كل ده عشان المحبة فهو لا يكلفنا بل يدعونا إلى حضرته ليشرفنا ربنا عايز يشرفنا فأي تكليف هو حب؟ والحب يا سيدي زي ما قال زي ما أنا بحب أقول في الحكمة دي الحب حرفان حب الله حرفين أحاؤه حنين للمحبوب مهما تيقنت قربه عايز تعرف أنت بتحب ربنا أو لا أنت متأقن أنه أقرب إليك من نفسك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا كنت متأقن أنه قريب منك تشتق إليه يا الله يبقى الحب هو أن تزداد حنين لحبيبك عندما تتيقن أنه قريب منك يبقى حنين للمحبوب مهما تيقنت قربه ده الحق والباء بر بالمحبوب مهما غمرك فضله إن أنت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يبقى إليه حاصل تظل أنت في بر مولاك تسعى وتكتهد وتحسن وتتقن ليه طيب ليه بتعمل كل ده لأنت نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يبقى إليه يبقى إليه يبقى إليه بتعمله ده كله لأنك تطلب حب مولاك تطلب ماذا حب مولاك يبقى بر بالمحبوب مهما غمرك فضله واحد يجي يقولك إذا كان الله لا يحتاج مني شيء فلماذا أفعل الخيرات لماذا أصلي لماذا أعبد قال لأنك تبر حبيبك وأنت متأقن من أنك لا تسدد ديونه فالله سبحانه وتعالى لم يعطيك لي دينك ولكن أعطاك لتتعلق به آه حاجة مهمة أوه في الحب دي إن ربنا بيعطيك مش عشان يدينك أنت مين أنت؟ أنت أصلا من عطاياه فهو لا يريد أن يدينك ولكن يريدك أن تتعلق بأن تحبه كما هو أحبك فجعل الرزق بابا من أبواب الحب وجعل الفضل بابا من أبواب الحب جعل نفسك بابا من أبواب الحب فنحن غرقى في حب مولانا نحن غرقى في حب الله نحن نعوم ونسبح إن النعمة إن النعمة الذي أعطانا الله إياه وقال وإن تعود نعمة الله لا تحصوها إن النعمة خاتم الحب النعمة ربنا جعل الحياة نعمة عشان يختم عليها بختم الحب فحياتنا مختومة بختم الحب اللي هو ختم النعمة إحنا عايشين في نعمته سبحانه وتعالى فعلمنا الحب ليبقى الحب حب الله حنين للمحبوب مهما تيقنت قربه وبر بالمحبوب مهما غمرك فضل ولو عايزت أقولك علامة من علامات الحب بشكلك كده أو شكل كده عايزين علامة من علامات الحب من أهم علامات الحب من علامات صدق الحب لو عايز فعلا تتأكد أن أنت صادق الحب من علامات صدق الحب إيه يا مولان من علامات صدق الحب أن يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم يبقى أنت لو عارف عايز تعرف قد إيه أنت صادق في حبك أول ما تذكر حب الله سبحانه وتعالى يزول همك لنزل وهمك وهمك إن إيه إن في حد بيتلعب برزقك في حد بي... كل ده يزول يبقى إيه اللي حاصل يبقى يزول عنك ماذا يزول عنك كل هذا ما فيش معنا أن نحن نخلل فيه حلقة نتكلم فيها عن حب الله بدلا أنتوا حابين نحن نتكلم عن حب الله وإيه اللي حاصل نتكلم بالتفصيل عن ده بس حب الله سبحانه وتعالى هو الحياة ترجمة نانسي قنقر